جيمي بيرسي تاول ريدا سليم ناول نكمل بقى على كلام كابتر حاسم بيرسي تاول نخلي ريدا سليم اخر حاجة لو لاحقنا خلاص يبقى اخد ريدا سليم الاول خلاص ناول ملقش عشان نجيش تولدك نفسك كلم عن ريدا سليم ريدا سليم بالنسبالي هو كنزي لسه بيستكشف داخل الندقى شوف كل اللي هو بيعمله ده وفي مباراتين وفي المبارات السوبر الفرقة كلها كانت اوف الفرقة كلها كانت سيئة هو كان أفضل المجدين كان بيحاول على المرمر ومضيع فرصة سهلة جدا وانتقدناه بالمناسبة ساعتها لكن لما جاء اتكلم على لعيب لسه داخل جواه الفرقة رقم واحد اتكلم على الشخصية لعيب جاي من فريق جماهيري فريق كان عنده ضغوط لعيب من شمال أفريقيا اتحطى تحت ضغوط في بطولة أفريقيا الماضية قدر ياخد بطولة الدوري الغيبة جدا عن الجيش المالكي فبتكلم على لعيب عنده الشخصية قادر بقى اللعبي عنده شخصية ده يدخل جواه الفرقة النهاردة ريدا سليم هو اللي بشد فرقة النادي الأهلي كلها في كل اللقطات اللي الأهلي أول ما بيستعيد الكرة مين اللي بيشده عشان كده الناس كلها راحت لفكر ببركات تاني أنا عمري ما أحط لود على ريدا سليم وأقوله أنه هو زي كابتن محمد ببركات بالنسبة لي احنا بنتكلم على بروفايل شبه مين شبه مين بغض النظر على الكواليتي يعني بنتكلم هو شبه مين فريدا سليم هو اللي كان بيعمله كابتن محمد ببركات فأوقات لما الأهل يكون مضغوط هو بيعرف شد الفرقة رجل سبرينتر رجل بيقدر يعدي واحد على واحد التمويه اللي دايما بيعمله وهجيب لك أكتر من اللقاء تنشغل الفيديو عشان نكسب وقت ريدا سليم كنز كبير جدا في النادي الأهلي اللي أنا بكلم بكفي ده 40-50% من قدرات عنده نقطة بس في الضغط العالي إحنا لو تاخد بالك الناجي الأهلي فقد عن الفترة فاتت الضغط العالي ممكن بسبب بريدا سليم لأن عنده نقطة الضغط العالي مش كويسة قوي يعني هو عنده كل حاجة زي ما أنت قولت كل حاجة كويسة بس أنه هو يكمل الضغط العالي عمت أنا مختلف معك بس نشوف جيمة هيقول ليه مشقولة جيمة لا هو بيضغط من مناطق مختلفة الرجل بيضغط من مناطق مختلفة فليه؟ لأنه بيطلب من إمام ومن ديانج ومن مودست الرجل بيضغط بخمسة الرجل بيضغط باربعة دايما فقاني أربعة هو مختار له أربعة دول وبيسقطه هو تحق قدام واحد من النص الملعب جميل لا لا هو ما يعنيش كده حمدي فتحي كان بيتلعي ضغط من فوق ديانج كان بيتلعي ضغط من فوق ديانج دلوقتي ما هو بيستخدم الاتنين بتوع القلب خلينا اتكلم أنت دلوقتي حمدي فتحي هو اللي كان بيضغط ضغط عالي ما كانش ديانج تستخدم فات مظبوط فدلوقتي ديانج هو اللي بقى لأن ديانج يقدر يروح لغاية التمنتاشر ويرجع لغاية التمنتاشر صحيح إمام ممكن يروح لغاية التمنتاشر ويرجع التمنتاشر صحيح فهو هو ما بيستخدموش أصلا في الضغط هو اللي بيضغط باربعة بيضغط بتلاتة وده الرابع بتاعهم لأن لو قدر حد يطلع من التلاتة دولت أو الأربعة دولت اللي اتنين بتوع نص الملعب يطلع يغطي هقولك الخلاف اللي ما بين رأيك ورأيك كريم إيه رودا سليم لعب قوي جداً في الالتحمات السنائية الالتحمات مش الضغط لعب قوي جداً ولعب بيقدر ياخده كرة النهاردة هو عامل سبع التحمات واخد منه بخمسة فده بيقولك هو لعب جسمه صغير آه لكن قادر انه بطول الوقت ياخد التحمات الضغط هو رجل ما بتلوش منه ان يضغط من فوق الضغط بعين الاهلي بيعملوا بيعملوا بالأربعة اللي قدام وهو بينزل إسأل تحت علشان يعمل عملية الترانزيشن النقل لما الكرة تترد علي ويجي أول ما استخلصها من اللعيب أقرب لعيب في وسط الملعب هو اللي هينقلني بقوي طلعني فوق مش اللعيب اللي في آخر خط اللعيب اللي في النص بين الخطين هو اللي بياخده الكرة ابدأ بقى وشغل الفيديو على طول هتلاقى كابتن هو اللي بياخده الكرة بيحطها تحت رجله وبروح عملها مرتين لبس المصري انظرين والثالثة تسجل الجول لو جبتها بص بصها كابتن هو الراجل هنا فيه ثلاثة لعيبة من سابقينه من الاهلي هو نازل تحت هو نازل تحت مش عشان عملية الضغط هو نازل تحت الانهوء بص هو اللي بلق الفرق بصها كابتن ادي واحد هات التانية اللي بعدها على طول هتلاقى الشط التانية وده كان انزار ده الانزار الاولاني لو ترجع بس نرجع لو تيجي تبص على الكورة اللي انت بتتكلم عليها البكرة بتعفين هو البكرة بتعفين هو البكرة طالع طيب ما هو نازل تطالع تصاعد تحت انا كما كان هاف لازم أرجع بالبكرة ده طبيعي في الكورة ايه معاه انت حاليا بس يأكل انت كطبيعي الطبيعي بتاعك فين البكرة بترجع بتاعه مين اول واحد قابله السرد بيك باهرة باهرة أخذ انزار هذا طبيعي يعني مهابوز ارجع تاني كدري بس اقف اين اقف انا اقف ايه الاهلي الاهلي بيعمل عملية الترحيل والضغط العكسي من فوق. طب لما بيفقد القرى والمصر بيضغط فيه كامل عيب تحت كابتن حسن. معه سبعة تحت. في سبعة. في تلاتة بس. خلي بس ادي اتنين سيرد باكين. اربعة. معهم تلاتة. اربعة. ما هو ما هو طبيعي ان هو لازم يرجع حلو. ده طبيعي. خلص احنا عادتين واقتربنا في الكوزة دي عشان نرحق. طب يلا ماشي 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 الفيديو. ماشي الفيديو. فقدرة رضا. مش بس الجول اللي سجله يا كريم. ولا المحاولات اللي على المرمى. انه بيقدر يسحب فرقة النادي الاهلي ويقدر يعمل الترانزيشن. ماشي على طول. ماشي بعد الانذار. اللقطة اللي بعديها على طول لقطة الجون. ولقطة الجون بالنسبة لي بص. بصها كريمة. الاسرار على ان هو شايف هو انا عايزة سجل. انا عايزة عايزة احط الكورة. الاولانية احطها بشماله. بالمناسبة استلم. شاط الاولانية بشماله اتعمل لها بلوك. راح راح مسنودة ورح حاطتها تاني برجل اللي مين عايز يسجل. وحاول بالمناسبة مرة اتنين وتلاتة مرات السوبر لكن ما مشيتش. بص يا كريم. اللي بعده. اللي بعده ماشي على طول. يلا بص. هو طول الوقت اللي موجود هنا. طول الوقت اللي موجود هنا. رغم الناس. وانا ليه جايب كل اللقطات نحت الشماله كريم. راجل الناس كبير لعب نحت الشمال. كنا وقفين هنا في نفس المكان. في نفس البرنامج. وكلمنا على قدرة رضا سليم. نسكة مصممة. الراجل متقلق ناحية اليمين. فمش هيلعب غير ناحية اليمين. ولن يجيد اللعب غير ناحية اليمين. النهاردة الراجل نجم من نجوم المباراة. وقادر ان يشد فرقة النادي الاهلي طول الوقت. وتاني اقول لك. هو كنز لم يستغل بعد. نتكلم على اربعين خمسين في المهم من قدرات الراجل. الناس لو شوية مع الوقت. ورجل يدخل اكتر جوه الفرقة. وجاهزيته تكمل. زي بقية الفرقة ويطلع في البيك. لا رضا سليم بحطة تاني.